السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عدنا درس مهم جدا وهو تحويل الجملة من زمن الى اخر طبعا هذا الدرس ايضا مهم لجميع المراحل الدراسية عدنا مثلا جملة اريد ادخل بها الفعل work مثلا زمن المضارع البسيط لازم اخلي بالي نوع الفاعل اللي راح استخدمه مثلا اذا قلت he شنو اقول اقول he works احط له شنو s واضح اذا اريد استخدم زمن مضارع بسيط وشنو راح تاجويه الفاعل اذا كان he اقول he works يعني toom works robert او اي اسم زين طبعا اذا he وشيو it طبعا بنكمل الجملة مجرد للتوضيح واضح هاي مجرد توضيح حتى يبين لك هنان شنو الفرق بين الازمنة زين اذا كان الفاعل جمع مثلا شنو اقول بالمضارع البسيط اقول they work واضح اذا الفاعل جمع شنو اقول they work you work واضح I work اذا ضمير متكلم انا ففقط ويله والشي والإد يكون الفاعل بي اس الشخص الثالث طبعا احنا راح نشرح عن حالة الاتباط حتى صير الامر ازهل انه هذا يا زمن زمن المضارع البسيط زين اذا اجعل مضارع المستمر اريد ادخل الفعل work وعدي الفاعل he وشي وإد شا اقول اقول he is شنو work king he is working واضح زين اذا الشي وإدهم نفس الشي نقول she is working it is working زين اذا الفاعل جمع شا اقول they are working هم يعملون you are working ونفس الشي اذا استخدمنا ال we وال they وال you زين اذا ضمير المتكلم I I am working انا اعمل زين هس اذا نلاحظ الفاق الشون هذي اول جملتين عدنا طبعا مو جملة كاملة يعني بس مجرد التوضح لك الفاعل والفعل هذا مضارع بسيط وعدنا هذه البعدها شنو مضارع مستمع يا حالة حالة الاثبات الافيرماتيف زين اذا اريد احول هذا الفعل work الى الماضي شنو اقول اقول مثلا he worked هو عمله واضح هذا يا زمن زمن الماضي زين يختلف اذا استخدمت فاعل جمع لا ما يختلف اقول they worked نفس الشي اذا ضمير المتكلم I نفس الشي I worked يعني شنو اذا شوف الاختلاف شوف بالمضارع البسيط شوف شون كان بالمضارع المستمع شوف الشكل الفعل واضح هذا المضارع المستمع لاني جمله وعدنا اذا بالماضي البسيط شوف الشكل الفعل واضح فلازم اميز طبعا لازم اميز الفعل القياسي او غير قياسي ببعض الازمن اللي هي مثل الماضي زين نجي هسا هذا نفس الفعل اريد ادخله بيا زمن ماضي مستمع شاقول او غير قياسي او غير قياسي واضح طبعا اله والشي ومن بعد والات والآي تاخذ واضح وفعل بي آي انجي بياه زمن بالماضي المستمع زين والجمع اقول they were they were working working معناها شنو يعمل هذا زمن ماضي مستمع واضح يا حالة حالة الاثباط شوف شنو عدنا واضح هتنميزها وفعل شنو بي آي انجي نفس الشي هنانا هم واضح وفعل عفوا نوع وفعل بي آي انجي ليش عدنا جمع they you we والآي والهي والشي والإيه تاخذ الواضح زين هذا الماضي المستمع يا حالة حالة الاثباط زين نجعل مضارع التام شاقول اقول he has worked he has worked عمله هذا يا زمن مضارع تام بسيط الهي والشي والإت تاخذ الhas يعني حالة المفرد والباقي مع الhav I have they have we have you have وتصريف الثالث للفعل بتجمع اقول مثلا we have worked واضح واكمل الجملة زين هذا يا زمن زمن مضارع التام البسيط مضارع تام بسيط مضارع تام بسيط زين اذا مضارع تام مستمر شنو احتاج جملة هاي شون راح ابدل اقول he has been he has been شنو working احتاج فعل بي شنو ing لان مضارع تام مستمر واضح وشوف انتبه حالية لازم احتاج ال bin وال ال has حتى وافع ال bin طبعا ال he وشي والإدقلنا تاخذ ال has been working زين اذا عدي حالة جمع شاقول اقول they have لبالك الجمع you معناها انتم بس هي حتى من انت هم تاخذ have واضح they have we have you have و I have been chino were king واضح زين هذا يا زمن هسه هذا يسموه زمن المضارع التام المستمر شرط هذه القاعدة موجودة has او have وبين وفعل bing حتى فرقة بين المضارع التام البسيط اللي هو has وتصريب الثالث للفعل واضح؟ زين هنا اهم دا لاحظ انا دا استخدم شنو فعل شنو قياسي واضح مو فعل الشاد لان الفعل الشاد يتغيى شكله بزمن الماضي وشيازة من بعض بالتصريف الثالث للفعل زين اذا اريد احول هاي جملة الى ماضي تام بسيط شا الصع اقول he had شنو he had وشنو احتاج احتاج تصريف الثالث للفعل وشنو احتاج تصريف الثالث للفعل وشنو احتاج تصريف الثالث للفعل نستخدم هاد واضح زين اذا ماضي تام مستمر شنو اقول اقول they had been working هاد ماضي تام مستمر واضح هاد ماضي مضارع مستمر زين نيجي هنا يجعلها هاي الجملة they work وفعل مجارد they وفعل مجارد شنو يعني مضارع بسيط واضح present simple فعل بي اس الشخص الثالث ايضا هم مضارع بسيط فهتا من تفهمها بالطريقة راح تكون عليك سهلة زين نيجي ناخد الفعل go ايضا دخله بجمل ايضا مثلا قال لي المدارس اكتب لي جملة بزمن المضارع البسيط شا قول لي اقول استاذ اذا will he she will it اقول he goes واضح احتاج للفعل بي اس الشخص الثالث اذا الفعل جمع احتاج الفعل مجارد اقول they go واضح زين اذا اقل لك دخل هاي الجملة يعني هذا الفعل والفعل بمضارع مستمر بال present continuous اقول لي احتاج he و is وفعل بing اقول he is going هاي حالة شنو هذا طبعا هذا الفعل دا استخدمه شاد خنشوفه وين رح يتغير شكله بالماضي تينا نضيف ed وبالتصف الثالث هم ed هنا لا ما يصير نضيف ed لان اليه شكل خاص زين هنا بالمضارع البسيط والمستمر بس يتواجه مشكلة وين بالماضي وبالتصف الثالث للفعل لازم حافظ شكل حين زين he is going اذا بتجمع شاقول they are going هذا جمع زين هذا يا زمن present continuous مضارع مستمر زين اذا ماضي بسيط شا اقول he went اقول they went we went كل حد وهي كل انواع الفاعل انت تستخدم فعل ماضي ما يضغياش شكله احنا بزم بحالة الاثباط واضح زين نجي هسه نكمل ناخذ الزمن اخر وهو الماضي المستمر شاقول اقول he was وعدنا الفعل go قنا ناخذه مو ونشوف الشون يضغياش شكله بالماضي المستمر احتاج فاعل was where وفعل he was going واضح زين اذا جمع شا اقول they were going زين هسه ش راح نحتاج بعد راح نحتاج مثلا مضارع تام بسيط شنقول اقول he has gone هذي بحالة شنو مفرد شخص الثالث زين اذا جمع شا اقول they have gone هذي بحالة شنو هذي بحالة شنو مضارع تام بسيط present perfect simple زين اذا مضارع تام مستمر شاقول he has been going واذا بصيغة الجمع شاقول they have been they have been going زين هذي بحالة شنو مضارع تام مستمر اذا ماضي تام he had going he had he had he had gone gone احنا نحتاج شنو هنا تصيف الثالث للفعلوية الماضي التام he had gone وبالجمع شاقول they had gone 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 ماضي تام زين ماضي تام مستمر شاصير he had been شنو going فعل ing they had been been شنو ايضا going هسه شفتو اهنانه الفعل بال الماضي التام والمضارع التام الشون اضغيا الشكله ما حطينا مثل الفعل work بالماضي worked وبالتصيف الثالث worked لان سبق الهاز والهاز هنا لازم حافظ قائمة الفعال الشادة حتى اعرف وحول من زمن الى زمن اخر اعتقد هذا الشرح يكفيك تميز بين الازمنة من يجيب لك جملة عشوائية ويقول لك هادي يا زمن هاو حولها الى زمن الى زمن اخر مثلا جاب لك هاي جملة he worked هاي يقول هاي ماضي قال لك حولها الى مضارع بسيط لازم يشيل الـ ed واضح وش اضيف للفعل هاي مضارع بسيط نحتاج اس الشخص الثالث زين جاب لك بالامتحان they worked هم عاملوا ماضي فحولها مثلا قال لك حولها مضارع بسيط هقول غلط المضارع البسيط ما بي ed اشيل ال ed هقول الفعل يحتاج تغيير لا ما يحتاج بس اجرده من ال ed لان الفعل مجرده هي they وال you وال we زين جاب لك هاي الجملة they were working وقل لك حول لي اياها الى مضارع تام بسيط هقول ال day تحتاج الى شنو have والتصريف الثالث للفعل التصريف الثالث للفعل هو work يصير worked عمله واضح؟ فانت من تقدر بها الطريقة راح يصير عليك الجمل جدا سهلة من تحول من زمن الى زمن اخر مثال اخر they go هقول هاي مضارع بسيط day وفعل مجرد مضارع مستمر قل لي حول لي اياها الى ماضي مضارع مستمر they are going they are going طبعا انتهنا من هذه حالة الاثبات وتحويل من زمن الى زمن اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته